أهلا بكم مشاهدي صادة البلد في الساعات اللي فاتت قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتتشين هاشتاج شهير جدا وجديد على تويتر وهو زيزو مش للبيع نطبعا كرد منهم على عروض الفرق الأخرى المقدمة للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو وده بعد تقلقه في الدوري الممتاز تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا عبر السوشيال ميديا تفاعل معاه عدد كبير جدا من عشاء نادي الزمالك وعشاء زيزو بالطبع مطالبين اللاعب بالتمسك بوجوده مع الفريق الأبيض يا ترى ايه تفاصيل الموضوع ده وازاي رد مسؤولين الكرة على هذه الحكاية ده اللي هنوضحه لحضراتكم حالا في تخطيتنا الخاصة أثار مستقبل زيزو مع الزمالك الجدل في الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا بيانت تقارير عديدة أن اللاعب جالوا عرض من الدوري الفرنسي من نادي نانات بالإضافة إلى أندية خالجية تانية ويمكن أبرزها الريان القطري بالفعل قدم نادي الريان القطري عرض مغري جدا للتعاقد مع عزيزو مقابل 5 مليون دولار وهو ما يساوي ضعف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب اللي بيساوي 2.5 مليون دولار رد على الموضوع ده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ووجه رسالة لأحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنتخب بشأن العرض الذي تلقى من ريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أكد مرتضى منصور في تصرحات عبر قناة الزمالك أن زيزو أخبره خلال تتويج الفريق بدرع الدوري برغبته في البقاء داخل صور نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك مشددا على أن الشرط الجزائي في عقد زيزو حوالي 40 مليون جني مصري نصح مرتضى منصور زيزو وقال له بلاش تغير العتبة ناس كتير غيرت العتبة ومستواها بقى سيئ أكد كمان أن زيزو تقلق في نادي الزمالك لكن ربما لن ينجح ويتقلق في فريق آخر طبعا دي تصرحات المستشار مرتضى منصور ورئيس نادي الزمالك على قناة الزمالك كامل كلامه قال أن الأفضل لزيزو هو البقاء في الزمالك وأن يسعد الجماهير وخصوصا أن الفريق الأبيض فريق كبير يتوج بالعديد من البطولات بالإضافة لبطولة كاسلوسال يوم 9 سبتمبر المقبل طلب مرتضى منصور زيزو بالتركيز مع الفريق الأبيض وفي تصرحات مرتضى منصور عن الموضوع ده قال أحمد حسام ميدو كلمني وسألني عن موقف زيزو قلت له وصلوا عرض من الريان من حوالي شهر مقابل حوالي 100 مليون جنيه وأنا هقعده مش همالشي ميدو رد عليه وقال له بس يا سيادة المستشار ده مبلغ كبير قلت له الأهم هو إسعاد الملايين من جماهير الزمالك كمان علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق على رحيل بعض لعيب الأهلي وزمالك الموسم القادم عبر حسابه شخصي على موقع تواصل اجتماعي تويتر وقال في تغريدة خاصة لأثارة الجادة للحقيقة الأهلي يحصل على خدمات محمد إبراهيم نهائيا نظير الاستغناء عن أحمد ياسر ريان نهائيا لسراميكا كيلو باترة ومبلغ مالي أيضا اتكلم أيضا عن مستقبل زيزو قال زيزو في الطريق لنادي الريان القطري ورغم نصائح ورسائل مرتضى ومنصور للعب أحمد سيد زيزو إلا أنه حتى الآن لم يتم حسمها بشكل نهائي وإذا كان هيستمر اللعب مع فريقه الأبيض ولا لأ وهيقول نعم للعروض الأخرى أو العروض المصرية اللي جات له من نوادي أخرى طبعا إحنا هنكون دايما مع حضراتكم في متابعة مستمرة لكل جديد كانت معاكم مرنال عويدة وبشكركم على طيب المتابعة وللقاء ترجمة نانسي قنقر